رغم أن المجتمع الدولي لا يزال يلشد السلام مع ميليشيا الحوثي إلا أنها عملياً تفعل كل ما يتناقض مع دواعي السلام ومن حين لآخر تتكشف صور الوحشية الحوثية التي تثبت من حين لآخر عدم صلتها بالمبادئ الإنسانية بارتكابها كل ما تحرمه الشرائع والأعراف والقوانين المحلية والدولية آخر هذه الجرائم هي استهداف خمسة أطفال في وادي نخلة شرق مديرية حيس بقذائف هون حيث كانوا يرعون أغنامهم قبلها بيومين كشف عن قبر جماعي لأكثر من خمسة عشر مدنياً كانت الميليشيا قد اختطفتهم من منطقة حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران في هذا السياق طالبت منظمة رايت رادر لحقوق الإنسان بتحقيق أممي مستقل تحت إشراف مكتب مبعوث الأمم المتحدة في اليمن هانس جلون بيرغ للتعرف على حقيقة تصفية وإعدام ستة عشر مدنياً من أبناء حرف سفيان ووصفت ذلك رايت سرادر في تغريدات على صفحتها بتويتر بجريمة حرب فضيعة لا تسقط بالتقادم وينبغي أن لا يفلت مرتكبها من العقاب وفقاً للقانون اليمني والقانون الدولي الإنساني المعلومات المتداولة تفيد أن ميليشيا الحوثي كانت قد اختطفت سبعة عشر مواطناً من حرف سفيان عام 2010 إبان حروبها مع القبائل وبقوا رهن الإخفاء القسري منذ ذاك الحين حتى اعترف قيادي حوثي بحقيقة قتلهم وموقع مقبرتهم الجماعية واستعداد جماعته لتعويض أهالهم مالياً وهو ما فجر الموقف وكشف الجريمة الحكومة من جهتها وعلى لسان وزير الإعلام عمر الإرياني قالت إن المقبرة الجماعية التي اكتشفها مواطنون في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران تكشف جانباً من المجازر والجرائم المروعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي التابعة لإيران بحق المدنيين وطالب في تصريح نشرت وكالة سبع للأنباء المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي إلى اليمن بموقف واضح من جرائم الحرب والإبادة التي ارتكبها الحوثيون بحق الضحايا اشتركوا في القناة